ومعد أن بينا مخاطر القومية والدعوة إليها واجب علينا لزاما أن نبين موقف الإسلام من الدعوة إليها إن الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها من القوميات دعوة باطلة وخطأ فادح ومنكر ظاهر وكيد سافر للإسلام وأهله ولذلك يجب أن نعلم أن الإسلام يرفضها من وجوه عديدة من هذه الوجوه أنها دعوة لتمزيق وحدة الأمة المسلمة تلك الوحدة التي جاءت آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترسخها في نفوس المؤمنين يقول ربنا تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وكذلك يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوحدة ويدعو أصحابه إلى الاستمساك بها ليس منا من دعا إلى عصبية ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على تلك التفرقة فيقول دعوها فإنها منتنة كذلك من الوجوه التي يرفض بها الإسلام القومية والدعوة إليها أنها دعوة إلى الجاهلية التي حذر منها الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما اختلفوا أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غضبا شديدا كما يقول النبي ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية وهكذا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه والقرآن الكريم يشير إلى ذلك كذلك من وجوه رفض الإسلام للقومية أنها سلم إلى موالات كفار العربي وملاحدتهم وهذا ما حذر منه القرآن يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وهكذا نجد أن الحق تبارك وتعالى يؤكد على إنهاء الموالات للكفار يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل وهكذا كما نرى أن من وجوه رفض الإسلام للقومية أنها دعوة إلى التكتل حول رياتها والتكتل حول رياتها يفضي بالمجتمع إلى رفض حكم القرآن وهكذا حذر النبي وحذر القرآن يقول ربنا تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وهكذا الواجب على زعماء القومية ودعاتها أن يحاسبوا أنفسهم ويتهموا رأيهم وأن يفكروا في نتائج دعوتهم المشؤومة وغاياتها الوخيمة وأن يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام ونشر محاسنه والتمسك بتعاليمه وأن لا يسيروا خلف دعاة القومية من الغرب